موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو السادس من شهر يناير للعام الجديد 2018 هذه الحلقة هي الحلقة الأولى في هذا العام الذي نرجو أن يكون عام خير وسلام واستقرار على بلادنا وعلى بلاد الآخرين هذا ما نرجوه وإن كان قد بدأ بمزيد من القلق والاضطراب في الشرق الأوسط في استقبال العام الجديد نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية نشرت مقالا لمدير مجموعة الأزمات الدولية روبرت رافلي أو روبرت مالي تحدث فيه عن عشرة نزاعات تواجه العالم في العام 2018 عشرة نزاعات وقال المسؤول السابق في البيت الأبيض في الفترة ما بين 2015 و2016 اللي وهذا روبرت مالي أو روبرت رافلي بحسب الترجمة قال إن كوريا الشمالية ستكون أهم تحدي للإدارة الأمريكية هذا بالنسبة لأمريكا واحتمالات التصعيد واردة وذكر روبرت من بين هذه النزاعات النزاع اليمني بالطبع بجانب النزاع السوري وغيره نحن بدورنا في هذه الحلقة سنحاول تسليط الضوء على أهم موارد النزاع أو الحرب الباردة الجديدة بين أمريكا والصين وعن آثار هذا النزاع وهذه الحرب الباردة على قضيتنا نحن في اليمن من ناحية وعلى المنطقة من ناحية أخرى أعني بالحرب الباردة ذلك الصراع الهادئ الصراع الدولي البارد الهادئ بسبب مشروع طريق الحرير الصيني طريق الحرير الجديد كما يسمونه هذا في المحور الأول في المحور الثاني سنعرج على الاحتجاجات في إيران والانتفاضة أو الثورة سميها ما شئتم وعن آثارها ودلالاتها المستقبلية كونوا معنا قبل سنوات كنا نتساءل ونقول ترى كيف سيؤثر قرار الصين في إنشاء طريق الحرير الجديد على دولة كالإمارات العربية المتحدة من يوم ما بدى الحديث عن طريق الحرير الجديد في قبل سنوات قبل حوالي سبع سنوات ولم نكن ننتبه يومها إلى أن قرارا كهذا يمكن أن يؤثر علينا نحن في اليمن أيضا بطريقة غير مباشرة يعني سلوك النظام الإماراتي مع القضية اليمنية واحتلاله لجزيرة سقطرة وغيرها من الجزر اليمنية لا يمكن أن يفهم بعيدا عن مشروع طريق الحرير الصيني نحن نسميه احتلال أو مطامع مشروع طريق الحرير الصيني هو مشروع طموح سيغير بنية العلاقات الاقتصادية والسياسية في العالم وسيكون له مع مرور الوقت تأثير كبير على التحالفات الدولية والسلام العالم لأن الاقتصاد العالمي اليوم هو الذي يقود السياسة الاقتصاد العالمي اليوم هو الذي يقود عربة السياسة قبل أن نذهب إلى الحديث في حديث في تبعات هذا المشروع العظيم والضخم وآثاره المتوقعة على اليمن والمنطقة من المناسب أن نعطي فكرة عن المشروع نفسه طريق الحرير هو الاسم الذي أطلقه الصينيون على مشروع استثماري يربط الصين بكارات العالم من أجل التبادل التجاري هو طبعا طريق قديم التسمية أخذت الاسم القديم لطريق التجارة الصينية اللي كان أغلبها تجارة حرير لكن اليوم طبعا أوسع بكثير مما كان هذا الطريق يتم فيه إنشاء عدد من الطرق البرية والسكك الحديدية وشبكات الاتصال والإنترنت والأنابيب بين كارتين أوروبا أو آسيا وأوروبا من أجل نقل البضائع يعني من الصين وإليها مع ممر بحر يمتد من الشواطئ الصينية إلى البحر الأبيض المتوسط مرورا بالهند طبعا وباب المندب وكناة السويس يأتي هذا المشروع ضمن مبادرة للرئيس الصيني شيجين بنك هذا الرئيس قدم مبادرة باسم استراتيجية الحزام والطريق في عام 2013 طبعا يقصد بالحزام الطريق البحري الذي يمر عبر محطات ومضايق عديدا منها باب المندب ويقصد بالطريق الطريق البري الذي يمر من الشمال الصيني عبر حوالي سبعين دولة هي مجموعة طرق الحقيقة أنه ليس طريق واحد كما توحي الكلمة بل شبكة طرق في ستة ممرات دولية كبرى من المتوقع أن تتشارك في الخط البري كرابة سبعين دولة أي أن مصالح الصين سترتبط بكرابة سبعين دولة طبعا كل دولة من الدول الواقعة على خط الحرير هذا ستتكفل بإنشاء ما يخصها من مشاريع هذا الخط لكن بعض هذه الدول فقير أو مثقل بالديون مثل باكستان مثل هذه الدول تكفلت الصين بمنحة قروض لازمة للإنشاء القروض اللازمة للإنشاء يعني ستمرح من خلال بنكين في الصين بنكين فتحوا للاقتراض وزير الخارجية الصيني تحدث عن حوالي ألف مشروع مرتبط بخط الحرير هذا ستنفذ عدد من البلدان ورصدت لهذا الصين نفسها مبدئيا حوالي ألف مليار دولار يعني العالم سيتحول إلى ورشة عمل ضخمة لو نفذت هذه المشاريع الألف مشروع تعالوا نتابع هذا التقرير البسيط عن هذه المبادرة الصينية ثم نعود للتعليق عليه وإذا كان الغرب يفخر دوما بأنه البوابة الكبرى للعولمة المعاصرة فإن الصين تعكف حاليا على تشهيد طريق حرير جديد يرمي إلى عولمة من طراز خاص تهدف إلى ربط شرق الكرة الأرضية بغربها وذلك عبر ممرات برية وبحرية وخطوط سكك حديدية تجوب أكثر من ستين دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا بعدد سكان يقترب من أربعة مليارات ونصف المليار نسمة أكثر من ذلك أنفقت بيجين أكثر من ثلاثمائة مليار دولار على هذا المشروع وخططت لإنفاق تريليون دولار إضافية ويتضمن هذا المشروع الاستراتيجي فرعين رئيسيين هما ما يعرف بحزام طريق الحرير الاقتصادي البري وطريق الحرير البحري وتأمل الصين في أن تتجاوز قيمة تجارتها مع الدول المشاركة في خطتها الجديدة تريليونين ونصف تريليون دولار خلال عشرة أعوام هذا المشروع إذا تحقق سيجعل من الصين عملاكاً اقتصادياً وسياسياً كبيراً في العالم يتفوق على أمريكا وأوروبا وهذا ما تخشاه كل من أمريكا وأوروبا أو بعض الدول أوروبا وهو ما حذر منه المنظر الأمريكي برجينيسكي في كتابه الشهير أحجار على ركعة الشطرنج الكبرى يعني برجينيسكي قال ما معناه أن الثقل الدولي كان طوال القرن التاسع عشر مركز العالم يعني والثقل الدولي كان فين؟ في القرن التاسع عشر وفي منتصف القرن العشرين كان في أوروبا أوروبا كانت هي مركز العالم وهي مركز الثقل يعني ثم انتكل هذا الثقل في منتصف القرن العشرين من بعد 1945 عام 1945 انتكل إلى أمريكا لأن أمريكا كسبت الحرب العالمية الثانية وأصبحت أمريكا هي مركز العالم اقتصادياً وسياسياً إلى آخر برجونيسكي يقول هذا الثقل سينتكل في القرن الواحد والعشرين إلى آسيا وتحديداً إلى الصين لأول مرة يخرج من العالم الغربي إلى الصين أو إلى آسيا وقال على أمريكا أن تحطاط لهذا الأمر وتحمي مصالحها هكذا حذر برجونيسكي في كتابه وكتابه طبعاً هو واحد من أهم المراجع السياسية للخارجية الأمريكية من بين حوالي أربعة كتب بل هو أهمها لكن ما الذي ستفعله أمريكا لحماية مصالح حياة رأى؟ الجواب بسيط ستعمل على محاصرة الصين بالسيطرة على الممرات الأساسية للطاقة والتجارة يعني من باب الأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم يعني للإحتياط تخليها على البوابات الأساسية للممرات الصينية للإحتياط أين تقع هذه الممرات والمحطات؟ أهم هذه المحطات والممرات يقع في منطقة الشركة الأوسط حيث يوجد الاحتياط الضخم للبترول والغاز يعني الجزيرة العربية وما جورها أمريكا متواجدة هنا ليس لأنها بحاجة إلى الطاقة لمحاصرة الصين وتطويقها يعني ليست موجودة هنا فقط لعجل الطاقة للبترول والغاز والكذا أو لحماية إسرائيل فقط الأمريكا موجودة في المنطقة العربية في الشركة الأوسط لتطويق الصين أيضا في اللحظة المناسبة يعني من بين الأغراف تطويق الصين وإسرائيل هي أحدى الكواعد العسكرية الغربية المتقدمة لحماية المصالح الأمريكية والغربية هي ثكنة عسكرية إسرائيل متقدمة جبهة متقدمة لحماية المصالح الأمريكية في الشركة الأوسط سواء كانت مصالح قديمة متمثلة في الطاقة أو مصالحها خوفاً من النفوذ الصيني أو الروسي أو إلى آخر إلى هنا يبدو الأمر مفهوم ومعروف فأين الذي يخصنا نحن في اليمن؟ نحن اليمنيون ما الذي يعنينا من هذا الموضوع؟ من المعروف أن أكثر دولة ستتضرر من هذا المشروع في المنطقة عندنا هي الإمارات العربية المتحدة لماذا؟ لأنه مشروع الحرير الجديد هذا خط المشروع الحرير سيأتي على حساب مواني دبي ستتضرر مواني دبي ستفقد قيمتها أهميتها ليش؟ ليس فقط لأن طريق الحرير البري سيقلص من حركة التجارة البحرية عبر مواني دبي كانت التجارة البحرية معظمها تأتي من هذه المنطقة عبر دبي طريق الحرير البري أخذ البضاعة للشمال إلى أوروبا وإنما أيضا ليس فقط لذلك وإنما أيضا لأن الصين تطرح فكرة إحياء ميناء جوادر الباكستاني هذا البحر المطلع على بحر العرب الميناء المنافس لميناء دبي سيكون منافس قوي لميناء دبي وهذا الميناء لو تم إنشاؤه سينهي عصر مواني دبي وسينهي معها كل أشكال التجارة والاستثمار التي ارتبطت بها وطبعا تحديدا تجارة الترفيه يسميها البعض تجارة الترللي وقد تم الاتفاق بالفعل بين الصين وباكستان على استعجار الصين لهذا الميناء وتطوير لمدة أربعين سنة هذه مصيبة بالنسبة للإماراتيين أما إذا نفذ محمد بن سلمان مشروع مدينة نيوم على البحر الأحمر فسيكون هذا بمثابة قراءة فاتحة على مدينة دبي حتى لو كان محمد بن زيد شريك في مشروع نيوم ومعهم إسرائيل ومصر طيب في هذه الحالة من المنطقي أن يفكر حكام الإمارات في بدائل تحافظ على بعض امتيازاتهم ومصالحهم وما تعودوا عليهم من مكانه ومن المنطقي أيضا أن يجدوا أنفسهم في صف واحد مع المتخوفين من الصعود الصيني أمريكا، بريطانيا، إسرائيل هؤلاء هم المفاركة أنهم نفس المتخوفين هؤلاء كلهم هم نفس المتخوفين من الصعود تركيا بجانب الصعود التركي بجانب الصعود الصيني فما بالك إذا عرفت أن قطر كان اشترت 40% من مشروع ميناء جوادر قطر العدو والتقليدي للإمارات في هذه الحالة ما الذي سيفعله نظام الإمارات؟ وما علاقة جزيرة سقطرة وموانئ اليمن بالموضوع؟ سؤال يحتاج نقاش من المنطقي أن يبحث نظام الإمارات والدول الغربية المتضررة من مشروع الصين يبحثوا عن بداء الاستثمارية والإمارات تجيد يعني فيما تجيد تجيد ثلاثة أنواع من الاستثمارات فقط بيع النفط خدمات الموانئ تجارة الترفيه بالجوار طبعا قسيل الأموال وما شبه ذلك بيع النفط سيستمر في الإمارات لأجل لكنه أكل من أجل الغاز الكطري الغاز أطول مدى؟ وخدمات الموانئ والترفيه ستتضرر بمشروع طريق الحرير الجديد وخاصة ميناء جوادر الباكستاني في هذه الحالة ما الذي سيفعلون؟ هداهم شيطانهم إلى استغلال ظروف اليمن الحالية في احتلال جزيرة سكطرة أو السيطرة عليها والسيطرة على باب المندب وبعض الجزر اليمنية الأخرى جزيرة سكطرة يمكنها أن تصبح بعد التطوير والتأهيل من أكثر الأماكن في العالم جذبا للسياحة والاستثمار ومن ثم فهي أنسب مكان الاستثمار في مجال الترفيه والترلال الذي يجيده حكام دبي وأبوظبي وقد بدأ الإعلام الإماراتي في التمهيد لهذه الخطوة أو لهذه الجريمة من الآن قبل أيام ظهر أحدهم على شاشة كناه ممولة من الإمارات يتحدث عن وجود كبائل إماراتية في سكطرة من قديم الزمان ويقول أن العلاقات بين الكبائل السكطرية والإماراتية يعني سمنا على عسل تعالوا نستمع لهذا المقطع ثم نأود بخصوص سلطة الأمريكا العلاقات بين أبناء العلاقات الإثمائية بين أبناء سكطرة ودولة الإمارات هي علاقات لها تاريخ كبير ولها أزمنة غادرة من در عهد السلاطين كانت هناك العلاقات متماسكة وحلوا أبناء سكطرة أبناء دولة الإمارات في جزيرة سكطرة وعاشوا فيها وتزوجوا وبيننا المصاهرة وبيننا تبادل التجاري وبيننا وبينهم أهلية يعني تاريخ كبير يرتبط سكطرة بالإمارات ولازمنا لعد الآن نحن موجودين في سكطرة عايشين فيها وهنا موجودين وقبائلنا موجودة وعلاقتنا وعلاقتنا الاجتماعية بسكطرة كعلاقة بالأب جزيرة سكطرة ضلت من زمان محل طمع من قبل الدول المطلعة على بحر العرب وأنا شخصيا كنت مطلع على محاولة لتصوير فيلم سينمائي يحكي قصة جزيرة سكطرة منذ ما قبل الإسلام إلى أن دخل أهلها الإسلام كانت كان معظم أهلها وكل أهلها مسيحيون في فترة من الفترات بتأثير الحبشة وروما ويحكي كيف تعرضت هذه الجزيرة لحجمات الأحباش والرومان وهجمات القراصنة فقاوم أهلها المسلمون والمسيحيون هذه الهجمات هكذا الفيلم يحكي أو السيناريو السيناريو الفيلم وفي إحدى هذه الهجمات كما يقول السيناريو تغلب المهاجمون على أبناء الجزيرة لولا لولا أن فتاة من بنات الجزيرة كانت بنت الشيخ المسلمين استطاعت هذه الفتاة الإبحار بقارب صغير إلى المكلة لطلب النجدة من حاكمها باعتبارنا الجزيرة تابعة للمكلة لسلطنة المكلة آنذاك لكنه لم يستطع نجدتها مما اضطرها اضطر الفتاة إلى اللجوء لحاكم عماني هذا الحاكم العماني تمكن من إرسال قوات لتحرير الجزيرة الشاهد أن هذا الفيلم كان سيمول من قبل طرف عماني في العام 2010 المكصود أن جزيرة سقطرة يعني هذه الجزيرة ظلت مطمع لجميع الدول المطلة على بحر العرب عمان أو الإمارات الجميع يطمع فيها وليس فقط ذلك أمريكا كانت طامعة فيها وبريطانيا وفرنسا وهناك صراع كان حول هذه الجزيرة أيام علي عبدالله الصالح النظام السابق كان أهملها أهمل كبير جدا لأسباب غير مفهومة أهمل هذه الجزيرة يعني جزيرة بهذه الأهمية وهذه المواصفات المغرية الاستثمار كان بإمكانها أن تتحول إلى مورد اقتصادي عظيم للدولة لا يقل أهمية عن الغاز والنفط ومع ذلك بكيت هذه الجزيرة وغيرها من المناطق الجاذبة للسياحة عبارة عن رأس مال ميت مثل أموال العجائز تحت البلط كنزلنا لماذا؟ لماذا أهملها علي عبدالله الصالح؟ هل كان نظام علي صالح يجهل أهمية سقطرة؟ هل كان يجهل أنها قادرة على انتشال الاقتصاد اليمني من أزمته؟ بالطبع لا لم يكن جاهل لم يكن علي عبدالله الصالح وثلته الحاكمة يجهلون أهمية الجزر اليمنية من الناحية الاقتصادية لكنهم أهملوها لأغراض غير وطنية يعني على الأرجح أراد الرجل أن يستكمل مشروع التوريث لكي يتمكن من الاستحواذ على جوهرة بهذا القدر يعني جواهر ومقدرات اليمن فيما بعد بالذات جوهرة سقطرة يستحوذ عليها بطريقتها الخاصة يسوي مشاريع خاصة يربطها بمشروعه الخاص وبالتأكيد كان هناك صراع خفي على الجزيرة بين دول كبرى يعني فرنسا كانت بذلك سابق عليها أمريكا بريطانيا كل يريدها لأغراضه الخاصة سواء قواعد أو للاستثمار وكنا سمعنا في سنوات ماضية عن عروض استثمارية ضخمة كدمتها شركات أسيوية تحديدا كوريا كوريا الجنوبية كدمت عروض لبناء الجزيرة واستثمارها لكن هذه العروض رفضت من قبل النظام السابق وسمعنا أيضا عن أن جزءا من الجزيرة أو أجزاء منها كدبيع لعدد من الشخصيات العربية بينها ملوك عرب وغيرهم مع أنها لم تخطط بعض هذا مثال شرود يعني على نتائج حكم الاستبداد والفساد إذا حكم من يحمي أملاكنا من يحمي تراثنا من يحمي بلادنا ومقدراتنا من حاكم فاسد مستبد يحكم بأمره يتعامل الحاكم المستبد الفاسد مع بلد باعتبارها عزبة أبوه يتصرف فيها كيفما يشاء زي ما أنتم شايفين في الدول المجاورة كيف الحال وتكون النتيجة أن البلاد تسقط بكاملها في قبضة اللصوص والطامعين نهاية حكم الاستبداد ما نحن فيه الآن فتشوفوا وضع اليمان كيف السؤال الآن هو ما هي التدابير التي ينبغي أن تتخذها حكومة الشرعية في حماية جزيرة سقطرة وغيرها من الجزر اليمنية التي استحوذ عليها نظام أبو ظبي أو يحاول الاستحواذ عليها طبعا نترك الإجابة لجانب الشرعية لأنها هي المسؤولة من الناحية التاريخية عن هذا الأمر أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاشتكمال الحديثنا بقوا معنا نهاية حديثنا وطني على عدد من المواقع في مديريته هذا وقت الأصالح على أيدي ميليشيا الحوتي بعد يومي من دعوته أنصر باشرت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نزع شبكات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوتي المواقع المحررة مرحبا بكم بالنظر إلى حجم المشكلات والتعقيدات التي تمر بها المنطقة والعالم اليوم يعني يبدو من النظر الأولى أن المنطقة لن تشهد استقراراً وشيكاً لأننا في بداية العام بيقول كل عام أنتوا طيبين لكن يبدو أن الملفات كلها مفتوحة أمام اللاعبين الكبار ولم تغلق بعض هذه الملفات حددها مدير مجموعة الأزمات الدولية روبرت رافلي أو مالي في مجلة فورين بوليسي وهي مجلة مقربة من المخابرات الأمريكية حددها بعشر نزاعات عالمية منها النزاع في اليمن كما قلنا لكن ملف اليمن يعد ملف صغير ومرتبط بملفات كبيرة منها ملف طريق الحرير الصيني وملف إسرائيل أيضاً والاعتراف بإسرائيل إنشاء إسرائيل الكبرى أو إسرائيل المستكرة ملفين مرتبطين بهم في الحقيقة الأمر أمريكا هي رابطها الملفات الصغيرة كلها بالملفات الكبرى التي تصفيها وتخلصها وهو واحد من أكبر الملفات هذا حق الحرير ملف الحرير هذا ملف طريق الحرير واحد من أكبر الملفات التي تحرك الصراء في العالم اليوم لكن طبعاً بدون ضجيج معركة طريق الحرير من المعارك النادرة التي لا تثير الضجيج الكل يعمل فيها وهو يبتسم طبعاً قد يصعب على المواطن البسيط أن يفهم مثلاً سر التكارب المفاجئ بين إسرائيل والهند زيارات متبادلة بين القيادات الهندية والإسرائيلية وبين الإمارات والهند وبين الإمارات وأمريكا هذا المثلث الهند الإمارات إسرائيل أمريكا أو الرباعي ما سر هذا التكارب أو هذا التكارب المفاجئ الأخير بين إيران وباكستان لماذا؟ هذه التكاربات والتحيزات المفاجئة السرها الحقيقي هو مخاوف طريق الحرير الهند متضرراً من طريق الحرير فتحالفت مع الإمارات المتضرر الآخر وتحالفوا مع إسرائيل اللي هو أمريكا طبيعي وعلى الأرجح فإن اعتذار النظام الباكستاني عن دعم المملكة السعودية في حربها الأخيرة على اليمن أو على ميليشيا في اليمن بصورة يعني الباكستان اعتذرت أن تشارك بصورة فعالة ربما سبب هذا الاعتذار عدم الرغبة في فك ارتباط باكستان بالصين وإيران ومشروع طريق الحرير خاصة وأن لدى الهند مخاوف من هذا المشروع الصيني لأنه سيخدم باكستان سيخدمها بصورة كبيرة يعني سياسيا واقتصاديا وسيمر من منطقة كشمير سيمر من منطقة كشمير المتنازع عليها وهذا قد يكسب باكستان حليف قوي في صراعها ضد الهند وأمريكا ما زالت ترتبط يعني أو ما زالت ترتب لتطويق الصين بصورة ناعمة تعجير باكستان لميناء جوادر لصالح الصين سيفقد أمريكا ميزة السيطرة على مضيق ملكة أو ملكة هذا المضيق الذي تعتقد أمريكا أنه ركبت الصين في البحر من سنوات مضت الذي يقع بين ماليزيا وأندونوسيا ويضطر الصين والبضائع الصينية أن تأتي من الشمال الشرقي تقريبا إلى الجنوب يعني مشوار طويل جدا للسفن الصينية مضطرة تقطعها من سوء حظنا في هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط أنها منطقة استراتيجية في كل أنواع الصراع الدولي يعني سواء أكان صراعا دينيا أو سياسيا أو اقتصاديا نحن هنا في الوسط نحن في وسط هذه المعمعة إذا لم نكن لاعبين سنظل مجرد ملعب وكرة قدم يعني تحت أقدام اللاعبين الكبار ما الذي يمنعنا من أن نكن لاعبين دوليين؟ الأنظمة التي تحكمنا جعلتنا صغرا جدا عرضتنا في مزاد نخاسة من أجل مصالحها الخاصة أهدرت مقدراتنا وأهدرت حقوقنا واعتبرت أي مطالبة بهذه الحقوق جريمة يعاقب عليها بالموت وخراب الديار لكن من الذي منح هذه الأنظمة الفاشلة هذا الحق وهذه القدرة؟ الجواب إحنا ما فيش غيرنا نحن الذين منحناها هذا الحق أو على الأكل بعضنا منحها ذلك هذا البعض هو الذي شك الصف المحلي المطالب بالتغيير وعرك التغيير طوال السنوات الماضية هذه هي القصة باختصار إيران التي عبثت كثيرا في المنطقة وشاركت في الثورة المضادة للربيع العربي بطريقة الخاصة وأسقطت عددا من العواصم العربية في قبضتها الطائفية المذهبية إيران هذه تعرضت وتتعرض هذه الأيام لموجة من الاحتجاجات الشعبية القوية في عدة مدن البعض ظن أن يدان خارجية كانت وراء هذه الاحتجاجات التي يسميها البعض انتفاضة وربطوا بينها وبين كلام الأمير محمد بن سلمان عن عزمه نقل الثورة إلى داخل إيران وتصريحات المسؤولين الإيرانيين التي ذهبت إلى الاتهام الخارج بالتآمر على النظام الإيراني لكن الحقيقة أن الأمر لا يحتاج لمؤامرة خارجية لكي يثور الشعب الإيراني أو أي شعب آخر فيه مثل وضعه لأن الأنظمة نفسها تتآمر على نفسها في هذه البقعة من الأرض النظام الذي لا يحقق العدل هو النظام يتآمر على نفسه النظام الذي يشارك فضل وإشاعة المظالم هو نظام يتآمر على نفسه من حيث لا يدري فما بالك إذا كان نظام يدعي ارتباطه بالدين والناس معاولين عليه يطبق قيم الدين في العدل والمساواة الناس خرجوا في إيران للاحتجاج لأنهم تضرروا من فساد الدولة ورجال الدولة وما قصة إفلاس البنوك التي سببت هذه الموجة من الاحتجاجات إلا عينة من فساد الدولة ورجالها في إيران الفساد الذي قاد النساء إلى بيع شرفهم في إيران من أجل لقمة العيش كما قالت إحدى المحتجات هناك كل هذا في دولة تزعم الناديني دولة انشغلت بتصطير المذهب والثورة بدلا من إقامة العدل في مجتمعها وهنا يكمن كعب أخيل كما يقولون أو نقطة ضعف الدول التي تؤدي إلى سقوطها نشرت صحيفة الإستامبا الإيطالية تكرير ترجمه موقع عربي 21 تحدث هذا التكرير عن الأموال الطائلة التي تنفكها الحكومة الإيرانية في الحروب بالوكالة حروب تقودها في يعني تنفثها في الشرق الأوسط في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من التهميش والبطالة وذكرت هذه الصحيفة أنه لا توجد أرقام رسميا لقيمة هذه الأموال لكن منذ اندلاع ثورات الربيع العربي وظهور بوادر التوتر بين التيار الشيعي الذي تقوده إيران والتيار السني الذي تقوده السعودية أنفقت الحكومة الإيرانية عشرات المليارات من الدولارات كي تتمكن من بسط نفوذها في الشرق الأوسط ونوهت الصحيفة الإيطالية إلى أن البنوكة الإيرانية المملوكة للدولة ربما هذه هي اللي فلست أكامت خطوط اعتمان لحكومة بشار الأسد بقيمة 3.6 مليار دولار في سنة 2013 فقط ومليار دولار في سنة 2015 للسماح لنظام دمشق بشراء النفط والغاز والسلع الأخرى من إيران من جانب آخر كامت طهران بإنشاء جسر جوي يربط إيران بمطار المزة الذي يقع جنوب غرب العاصمة السورية بهدف تزويد المقاتلين الشيعة الذين يقاتلون لصالح نظام الأسد تزويدهم بالذخائر والأسلحة وأضافت الصحيفة أن قيمة رواتب المقاتلين الشيعة خاصة يعني اللي هم الأفغان والعراقيين بلغت 180 مليون دولار في السنة حيث يبلغ مرتب الجند الواحد 300 دولار في الشهر كما تتكبد الحكومة الإيرانية أيضا نفقات التدريب والشحن والنقل فضلا عن مصاريف عائلات المقاتلين الشيعة الذين لقوا حتفهم خلال الحرب في سوريا اللي بيقاتلوا بعامن كل مكان يعني بناء على ذلك يبدو من غير الممكن أن تبلغ النفقات الإيرانية في الحرب السورية مليار دولار فقط يعني يفترض أن يأكثر بل عشرات من مليارات الدولارات هم يعلنون يعني أرقام بسيطة طبعا حزب لا واحدة يحتاج إلى ميزانية خاصة في إيران بعد أن اعترف زعيمة حسن نصر الله بلسانه أنه كافة نفقات الحزب في السلم وفي الحرب على حساب إيران بما فيها راتبها اللي هو 1300 دولار طبعا مسخرة 1300 دولار كما كان راتبها الشهري مشكلة الأنظمة الإيدلوجية مع التنمية لا يمكن حلها لما يكون عندك نظام إيدلوجي علاقة تب التنمية تكون علاقة السلبية من جرد أن يستلم الخزينة يذهب معظم الدخل لتصدير الإيدلوجيا وليس للتنمية والبناء وإحنا لدينا مقطع طريف للرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات هو يتكلم عن تأثير نظام الخميني على الاقتصاد الإيراني بعد سنتين فقط من استلام للحكم تعالوا نستمع إليه ونقيس الخميني استلم إيران بتصدر 6 مليون ونص برميل يوميا ودخلها 250 مليون دينار دولار يوميا بشيك وليس ضرائب بتتحصل وتعف شيك كل يوم 250 مليون دولار وبتصدر 6.5 مليون برميل يوميا ما هو حال إيراني النهاردة ويستلمها الخميني كده بعد سنتين بيشتروا بترول بالبطاقات وما فيش في إيران أكل والشيء الخطير سمعتم عن صفقة السلع بين إسرائيل وإيران اسمعوا بقى كمان من 3 يام ومكتوب في الصحف تلت أكل إيران تشتريه رسميا من إسرائيل دمين الخميني اللي أطع علقته معانا عشان إحنا تكلمنا مع إسرائيل وخدنا أرضين هذا ما قلناه من قبل قلنا أنه نظام الإيران لديه منافع وتبادل خدمات مع نظام إسرائيل لكن بطريقة ما قد لا يسقط النظام الإيراني اليوم وقد لا يسقط النظام الإماراتي وغير من الأنظمة التي ترعى المظالم في العالم اليوم حرب الربيع العربي كانت مظلمة كبيرة للشعوب اللي خرجت للتغيير خرجت لتحسين وضعها فجعت هذه الأنظمة لتأديبها ومعاقبتها قد لا تسقط هذه الأنظمة الظالمة اليوم لكن لا بد أن يكون لها نهاية على المدى المتوسط أو المدى الطويل إذا تأخرت لأن الظلم مثل السوس وهذا مش كلام في الدين بالمناسبة هذا مش وعظة هذا كلام في السياسة الظلم مثل دودة السوس يأكل وينخر أعمدة الدولة والنظام بهدوء وانتظام إلى أن تأتي الظروف المناسبة لسقوط النظام أو الدولة كما حدث في النظام اليمن السابق الظلم ينخر في أعمدة النظام حتى ينتهي ويسقط احتجاجات إيران اليوم أو انتفاضة إيران قد لا تسقط النظام الإيراني في الفترة الراهنة لكنها حققت إلى الآن عدد من النتائج المهمة أولا كشفت عن حشاشة الوضع الداخلي في إيران كشفت أمام الإيراني أنفسهم وأمام النظام الإيراني نفسه بسبب غياب العدالة الاجتماعية والمساواة وخاصة في مناطق الأطراف في إيران وكسرت حاجز الخوف من قوات البسيجة الإيراني حاجز الخوف لدى الشعب الإيراني الذي كان مرعوب من البسيجة الإيراني قوات الأمن والحرس الثوري الذي دخل في الخط الآن ثانيا كشفت عن هشاشة المرجعية الأخلاقية لدولة الولي الفقيه في قضايا الفساد التي يتزعمها رجال دولة رجال الدولة المؤمنة يمارسون الفساد ويتركون النساء يبعن شرفهم من أجل لقمة العيش في دولة المؤمنين في دولة الإيمان في دولة الدين المرجعية الأخلاقية هنا سقطت وانكشفت ثالثا هذه الاحتجاجات كشفت إلى أي مدى الإنسان مستعد للتضحية والمواجهة مع الدولة هذه ومع النظام إذا كانت ظالمة أو لم تحفظ حقوقها يعني على الرغم من أن الشعب الإيراني قد شاهد بعينه نتائج الثورات العربية والثورات المضادة لها وهي نتائج مأساوية مع أنه شاف هذه النتائج إلا أنه هذا لم يردع عن الخروج للإحتجاج والانتفاضة يعني شاف السوريين كيف وضعهم الآن ومع ذلك يعني هذا لم يعيك عن الخروج والثورة لأنه خلاص الناس يصلوا للحظة من اللحظات عليها وعلى أعدائي خيار شمشون إذا كنتونا وينتتعبونا وظنكوا عيشنا فليسقط المعبد على رأس الجميع هكذا الشعوب تقول وهذا له دلالة دلالة خطيرة عند دعمية الثورات المضادة هذا معنى أنه مهما حاولتم تخوفوا الناس من المطالبة بحقوقهم فإنهم لن يخافوا ولن يرتدعوا حتى في الوطن العربي حاولوا يؤدبوا الناس ويخوفوا من الثورة النتيجة تشوفوا في إيران ما فيش خوف سيظل الإنسان يطالب بالعدل والحق حتى يتحكك مهما كلفت ذلك من التضحيات وموجة وراء موجة من الاحتجاجات لا بد أن تأتي ثمرتها في النهاية هذه أقدار وهذا الأمر يسطق في الوطن العربي كما قلت الناس في هذه الأوطان قد تنحني قليلا للريح قد تستسلم للإرهاق لكنها لن تتوقف عن السعي وراء حقوقها المدنية والسياسية انكشاف هشاشة الوضع الداخلي في إيران وهشاشة المرجعية الأخلاقية هذا سيطفع النظام هناك لأحد أمري إما أن يقوم النظام بمراجعة سريعة لسياساته الخاطئة التي سببت هذه الموجة القوية من الاحتجاجات وفي مقدمتها سياسة تصدير الثورة والمذهب أو يذهب إلى الأمام بالمزيد من التصعيد مع الجيران وتحديداً مع المملكة السعودية إذا تحرك النظام للإصلاح الداخلي وتمتين الجبهة الداخلية سيكون هذا على حساب مغامراته الخارجية ومنها مغامرته في اليمن لأنه لا يستطيع بسبب وضعها الاقتصاد السيء أن يكون بالمهمة في أن واحد الحصار تسبب في إنهاك المالية الإيرانية إلى حد كبير والآن دخل على الخط جنب المالية الثورة والاحتجاج الشعبي لكن على الأرجح هذا لن يحدث نظام الإيراني يبدو أنه على غشاوة يعني على عين غشاوة لن يختر السيناريو الأسهل وهو الإصلاح ملاني إيران مسكونون بأحلام عرقية ومذهبية يعني سببت غبش في الرؤية ولهذا سيذهبون على الأرجح إلى الخيار الثاني يعني إلى خيار التصعيد مع الجيران لأن الهروب إلى الحروب هو واحدة من وسائل النظام الفاسد في المحافظة على نفسه يقول لك خليني يهرب للأمام إلى الحرب حتى تتماسك الجبهة الداخلية وهذا الخيار ربما يؤجل سقوط النظام الإيراني كليلا لكنه لن يعفيه من السقوط في نهاية المطاف لأنه قوانين الطبيعة وهي نفسك السننة الإلهية لا يمكن التحايل عليها لكن سقوط إيران أو سقوط النظام الإيراني هو مسألة أيضا مفزعة للجميع بما فيهم أولئك الذين يكرهون إيران لأنه حتى لو أنت كاره لهذا الجار وعندك تحفظ على سلوكه فأنك لا تتمنى أن تسقط عمارته تصور يعني أنت عمارة ضخمة تسقط بجوار بيتك ممكن تتضرر أنت هذا هو اللي بيخلي القيادة التركية النظام التركي وبعض الخبراء السعوديين والإماراتيين السعوديين تحديدا عند الرحمن الراشد كتب في هذا الموضوع يقول لهم يعني لا تفرحوش بسقوط النظام الإيراني نحن ممكن ندفع ثمن سقوطة أيضا لأنه ارتطام هذا النظام سيفجر مشكلات في المنطقة هائلة عموما يعني هذه أقدار الله نحن ننتظرها هذا مكرهم وعليهم أن يتحملوا نتائج مكرهم أخيرا نحن في اليمن لدينا مشكلاتنا الخاصة لدينا الكوليرا لدينا مشكلة المجاعة الآن هناك تقارير الأمم المتحدة والصحف الغربية تتحدث عن انتظار أكبر مجاعة في تاريخ اليمن أكبر مجاعة يعني وأكبر مجاعة في المنطقة وفي العالم التقارير الأممية تقول أن اليمن مقدمة على أكبر مجاعة في العالم في العام 2018 إذا لم تحدث تدابير من قبل المملكة السعودية والحكومة الشرعية ينبغي أن تفتح الحدود للتجارة ينبغي أن تظل المعونات قائمة ينبغي أن لا يضيق على المغتربين في السعودية تحديدا يعني نحن مقدمون على مشكلات من نوع كبير تقريباً الميليشيا الإمامية ليس لديها مشكلة في حدث أي شيء ليس لديها شعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث في الداخل ما يهمهاش نروح لمجاعة نروح لكارثة تجي أوبئة الميليشيا الإمامية لا يهمها إلا حلمها التاريخي في الحكمة والسلطة ولذلك هي غير مستعدة أبداً لتقديم أي تنازلات للحل لكن أتوقع وهو مجرد توقع شخصي أنه عام 2018 سيشهد حل لملف القضية اليمنية لقضيتنا الوطنية سواء كان حلاً بالحسم العسكري كما نتمنى أو بالمفاوضات السياسية كما تريد بعض الأطراف الخليجية في كل الأحوال ينبغي أن نصمد وينبغي على الشرعية أن تبحث عن موطئ قدم من الآن حتى لا يتم الانقلاب عليها في نهاية المطاف جزرنا المهددة وسواحلنا المهددة ينبغي أن تتحرك الشرعية للحفاظ عليها بتدابير معينة نحن كجماهير وقوة جماهيرية في الخارج أو في الداخل علينا أن لا نفقد الأمل لأن فقدان الأمل هو بداية طريق الفشل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة